اشتركوا في القناة الموسم عشوراء هو تجسيد للتعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد وما يجمعهم من قيم أصيلة تقوم على التعددية والتأخي والوحدة الوطنية شدد سموه على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تنشد الخير لجميع موطنيها وأن الحكومة لن تتأخر في بذل كل جهد ممكن لضمان تحقيق أفضل المستويات المعيشية التي تؤمن للمواطن جميع متطلباته الحياتية كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر قضيبية صباح اليوم عددا من ممثلي الماتم الحسينية يتقدمهم السيد إبراهيم منصور المنصور رئيس ماتم مدن والذين تقدموا لسموه بخالص عبارات الشكر والتقدير على الجهود التي قدمتها الحكومة وأجهزتها المختلفة والتي أسهمت في إنجاح موسم عشوراء لهذا العام وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برؤساء الماتم الحسينية مشيدا بالجهود التي بذلوها بالتعاون مع الوزرات والأجهزة المعنية من أجل إنجاح موسم عشوراء ودورهم في خدمة المجتمع وقال سموه إن البحرين محظوظة بهذا الشعب الكريم المشهود له بالوعي والفكر المستنير والذي كان وسيظل إن شاء الله بوحدته وتماسكه سياجا يصون للوطن أمنه واستقراره ويدفع عجلة التقدم إلى الأمام أضاف سموه إننا نعتز بما يتميز به أبناء البحرين من خصال المحبة والولاء للوطن وعلينا أن نعزز من التواصل والتقارب فيما بيننا وأن نبذل كل جهد ممكن في تنشئة أجيالنا القادمة على التمسك بتلك المعاني النبيلة والحفاظ عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد ألقى السيد محسن الشيخ أحمد العصفور كلمة نيبة عن الحضور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب السموه الملكي الأمير خليفة من سلمان آل خليفة رئيس المزراء الموقر حفظه الله ورعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السموه نتشرف في هذا اليوم وبعد ختان موسم عاشوراء إمام الحسين عليه السلام بأن نرفع لمقامكم السامي أسمى آيات الشكر والعرفان على رعايتكم الشاملة لهذا الحدث السنوي المبارك وعلى توجيهاتكم لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم كافة التسهيلات لما من شأنه الحرص على توفير الأمن والسلامة والرعاية الصحية لهذه الشعائر والمواقب الحسينية وللمآدمي وللمعزين من داخل وخارج مملكة البحرين صاحب السموه إن المراقبة لرعاية حكومتكم المؤقرة لموسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام ليشعر بالسعادة واللطة لما آلت إليه رعايتكم السامية بالمتقاء بأواصر اللحمة الوطنية بين فئات هذا الشعب ومما لا شك فيه بأن رعايتكم هذه هي المصداق الأكبر لشعار الوحدة الوطنية التي يمثلها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فهو الحام الأمين للدين والوطن وراء الوحدة الوطنية فمن القلب ومن هذا الجمع الطيب وكل شعب البحرين الأصيل نتقدموا لسموتكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والإلقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين على كل ما قدمته هذه القيادة الحكيمة لجموع المعزين في هذا العام وعلى مدى السنوات الماضية حفظكم الله يا صاحب السمو وجعلكم ذخرا وسندا بهذا الشعب الوفي إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ناحيتهم أعرب رؤساء المأتم الحسينية عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تقوم به الحكومة برئاسة سموه من جهود وما تقدمه من تسهيلات تعزز من مناخ الحريات في المملكة وتوفر لمختلف المؤسسات الدينية الأجواء الملائمة لتأدية الشعائر بكل طمأنينة مؤكدين أن حرص سموه على التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم والتعرف على احتياجاتهم يشكل نهجا فريدا يتميز به سموه على الدوام سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية والسعادة لواصل دوره الرائد في مسيرة التقدم من مملكة البحرين وازدهارها